أكد وزير الطيران المدني محمد منار بأن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر بصورة تليق بمكانتها وريادتها إقليميا ودوليا وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير الطيران مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي كاب 27 حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشترك بين الوزارتين الخاصة بالتنظيم والإعداد للمؤتمر كما تم الاتفاق على أن تقوم وزارة البيئة بإعداد فيديوهات مصورة عن التغيرات المناخية ومعلومات عن استضافة مصر لقمة المناخ وعرضها من خلال الشاشات الموجودة بكافة المطارات المصرية ترجمة نانسي قنقر